توقعات الخميس الموافق 27 أبريل 27 نيسان 27 أربعة عالفين 23 هيكون مهمة جدا أنك تقضي وقت كافي جدا في اجتماعك وتتكلم مع الأشخاص اللي بيبقوا بيملقوك دايما بمشاعر إجابية عندك صندوقات كثيرة هتبقى دي مهمتك في اليوم ده حتى المعارف الجدد هيبددوا ليك بشكل ممتع وواعد جدا مع كل الأشخاص اللي بيقربوا لك الأكبر سن منك اللي مش بتعيش معاهم غير سوى لحظات بسيطة هتبقى بتجذب انتباهكم بطريقة معينة لازم تبقوا حاضرين مع كل الأشخاص اللي بتبقوا بتطلعوا معاهم وبتصقوا فيهم بشكل كويس ولا لا بالنسبة ليك النهاردة كل الأشخاص اللي تولدوا تحت اليوم ده هيجووا في أخبار في تجارب ممتع ليهم وتتعلق بأشخاص بتزيد عمرهم عن 35 سنة هيبقى معكد جدا أنه كل الأشخاص النهاردة هيكونوا محظوظين وهيكونوا قادرين علشان يضمنوا تطور أكتر سلبي لخطة أو فكرة فيها مهمة بالنسبة ليك هتمشأ صعوبات كتيرة لما تبقى بتتواصل مع أشخاص من مستوطنات مختلفة يوم الخميس النهاردة هتدي نفسك استراحة من الشغل المزدحم واتدور عن مكاسب مالية في اليوم ده عشان تشتغل مع نفسك الداخلية أكتر وتستمع لحدثك في معضية كتير محلياتية مهنية مهمة بالنسبة ليك هتركز كل طاقتك على كل الأفكار اللي بتبقى بتحصل في الأيام القليلة اللي فاتت النهاردة هتبص بعناية أكتر وبأحكام أكتر على أي اللي ممكن تحقق من خلاله بأي طريقة ممكنة تستخدم بيها قوتك بحكمة لكن ما تتجهلش نقاط ضعفك أو عيوبك مش هتعرف تحبط نفسك وهتتطلع أفضل نواياك النهاردة وهتحلم بيوم حلو جدا هتبقى بطلطه في الغيوم ما تفقدش اتصالك بالواقع بشكل كبير كل الأخطاء المحتملة في اليوم ده إنك ما توفيش بوعودك التزمت بيها قبل كده ليهم هيشكل المريخ مربع النهاردة اللي كتير مننا في الصباح هنتحس بجروح عاطفية عندنا قديمة حتى لو كانت قديمة هتحسها مفتوحة هت ممكن تبقى بتأثر علينا وبتعمل لنا ضغط في الفترة دي بالإضافة للتهيج اللي ممكن نبقى بنحس به الصعب إننا نعبر عن رغباتنا وغضبنا بشكل واضح النهاردة وبشكل مباشر هنكون أبطأ شوية في إننا نميل للتمرد ضد رغبتنا أو خطط الأشخاص اللي حوالينا مع الجانب ده هيبقى فيه دفاع أكتر وحساسية أكتر من ناحيتنا المثالية هنتوصل مع كل اللي بيحبطناه هيبقى فيه جانب دكون دفاعين وحساسين أكتر من ناحيتنا المثالية هنتوصل مع كل الحاجات اللي بتحيط بينها مع ظهور الأمر في برج الأسد هنبتدي ننتقل بسهولة أكبر من منطقة راحتنا هيبقى عندنا مشاكل لأنفسنا وابداعتنا مع كل الأشخاص اللي حوالينا في العبور ده هنبقى صدقين أكتر وعارفين نتنافس بمحبة وحتى لو كان الوقت متأخر هيبقى بيحصل أمر الربع الأول لما يبقى بيتشاكل الشمس في برج السور مربع مع الأمر في برج الأسد هيبقى بيحصل بينا موضوع فيه أزمة بأي مرحلة في الربع الأمر ده هنبتدي نحس بإننا مضطرين إننا بنااخد إجراءات وبكده بنكون وصلنا لأخر الفيديو ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش يريد تشتركوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصر لكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم وبدعمكم لي ترجمة نانسي قنقر